اهلا بكم الى موجهة اخبار الان اصيب عشرة اشخاص على الاقل بحدث دهس في منهات في الولايات المتحدة الامريكية ونقلت وسائل اعلام امريكية ان سيارة رباعية الدفع صعدت فوق الرصيف وصدمت مجموعة من المرة وقالت ادارة خدمة الاطفاء ان الحادث حصل على مفترق شارعين مضيفة ان احد المصابين تم نقله الى المستشفى فيما تلقى تسعة اخرون العلاج من خدمات الاسعاف في المكان هز انفجار مسجدا مكتظا في كابل في وقت متأخر من الخميس بحسب مسؤولين في وجوم جديد خلال شهر رمضان الذي شهد العديد من الهجمات الدامية في العاصمة الافغانية وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية على تويتر عجوم ارهابي على مسجد الزهراء غرب كابل تم ارسال قوات خاصة الى المنطقة وذكرت وزارة الداخلية ان الانتحاري فجر نفسه في مطبخ المسجد بعد ان منعته الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين لما تحدث شهود عيان عن اطلاق نار افادت مصادر عسكرية عن تراجع القوات العراقية من مناطق باب الطوب الى حي الدندان غرب الموصل في مسافة تصل الى اثنين كيلومتر بعد هجمات مكثفة قام بها تنظيم داعش الاربعاء واضافت المصادر ذاتها وفق وسائل اعلامية ان التنظيم الارهابي يبحث عن منفذ للهرب من المدينة القديمة في الموصل باتجاه منطقة حمام العليل جنوب المدينة ومن بعدها الى جزيرة الموصل قال قائد شرطة لندن انه ليس هناك ما يشير الى وجود صلة للارهاب بحريق البرج السكني واضاف ان حصيلة الضحايا وصلت الى 17 قتيلا على الاقل بحسب حصيلة جديدة للشرطة وكانت هيئة الاطفاء في العاصمة البريطانية لندن قد اعلنت ثقوط عدد من القتلى في حريق برج جرينفيل وقعت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اتفاقا قيمته نحو 8 ملايين و300 الف دولار لدعم الجهود المتواصلة للاستجابة الصحية لوباء الكوليرا في اليمن اقرى مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية ساحقة الخميس عقوبات قاسية على كل من ايران وروسيا وارسل مشروع قرار الى مجلس النواب يمنع الرئيس الامريكي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل احادي ويهدف القرار الذي اقرى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى جعل ايران تدفع ثمن دعمها المستمر للارهاب ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الامريكية العام الماضي نهاية الموجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة